بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا لما يعمل الظالمون لأجل باطلهم ليلا ونهارا بل مكروا الليل والنهار كما وكيفا ونوعا ومكروا مكرا كبارا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم خلوة وتخطيط استراتيجي لأجل الباطل أهل الحقهم كن يعملون ليلا ونهارا كما في الآية التي تلوتها على مسامعكم وهي تشير إلى عمل نوح عليه السلام دعوت قومي ليلا ونهارا إمامنا الصادق يقول للواحد من أصحابه أتجلسون وتتحدثون وفي رواية أتخلون وتتحدثون أتخلون قال نعم الإمام قال أحب ريحكم وأرواحكم هناك خلوة للباطل وهناك خلوة من أجل الحق جعلنا الله وإياكم من أهل الحق والحمد لله رب العالمين